أما قضية تقدير الطبيب مع نظر الموظف على أنه بالغ لا المرجع الطبيب وليس الموظف لماذا؟ لأن أحياناً الطبيب يقدر بأن هذا المريض يستحق أربعة أيام يومين هذه الضرورية بالنسبة للمرض الذي يعاني منه ويومين احتياط حتى يكون عنده نوع استجمام ونوع مثلاً راحة حتى لا يكون هناك مضاعفات بالنسبة للمرض فأنت ترى بأنك بعد يومين نشيط أخذت ما شاء الله للعلاج الكورسات العلاج وكذا شفت نفسك نشيط لا لا طبي يقول لا يحتاج إلى يومين آخرين أو ثلاثة لأن هذه تخدم اليومين التي أخذت فيها العلاج وتكون سبب بإذن الله تعالى من أسباب استئصار المرض وذهب ولذلك الإنسان يلتزم بوصفة الطبيب و أيضاً يلتزم بالإجازة المرضية ما دام أنه أعطاها أربعة أيام كونك و الله تقول لا أنا أعرف نفسي و ليه تجربة سابقة باقطع الإجازة و هذا راجع لك لكن ما تدخل في الحرام أو الإثم فيما لو إذا التزمت بالأيام التي مثلاً قدرها الطبيب بارك الله فيك